بلش موسم البرد وبلش معه موسم الشوربات وأول شوربة لهالموسم رح تكون شوربة الأرع على الطريقة الكيتونية أنا اليوم عاملي عزومي على شوربة فرح استخدمي 2 من الأرع حجم صغير أما إذا انتو الكمية لحالكن فبتكن 2 كوب من الأرع لمقطع الفرش من بعد ما قطعنيها مننظف ألبع ومنشيل البذور بعدين ممكن تخلوها قطع كبيرة أو تقطعوها مثل مربعات حجم تقريباً صغير لأن بلاقي بهاي الطريقة إنها بتستوي معي أسرع بعدين منصفهم على صونية بشكل مرتب يعني مش فوق بعض لحتى نشويهم بالفرن بشكل متساوي منرش فوقهم رشد زيت زيتون ومندخلهم على الفرن على حرارة 180 درجة لمدة ساعة تقريباً أو لحتى يستووا معكم وتصير القطعاء طرية إذا دقرتوها بالسكينة وبهالأثناء منحضر البصل إذا الكمية لشخص واحد بتكون ربع بصلي حجم وسط أو وحدة كاملة إذا لأكتر من شخص عم بتساوي الكمية أطعوها كبيرة لأن بعدين رح نطحنن فما رح تفرقوا معكم إذا القطع مرتبة أو لا أو صغيرة حطيت ملعقة ونصف كبار من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من الزبدة إنتوا بتقللوا الكمية إذا لشخص واحد بعدين رح تضيف البصل اللي قطعته الليون بالزبدة والزيت الزيتون بس تستوي قطع القرع من الشرة ومنرجع هلأ للبصل ومنقطع أربع حصوص توم صغيرة لتعطي نكحة حلوة للشوربة ومنقليها مع البصل والزيت والزبدة هلأ رح تضيف ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة والليون مع البصل والتوم بيعطوا بهاي المرحلة إذا بدفوها بيعطوها نكحة كتير حلوة وهلأ منضيف الأرع اللي قشرناه فوقهم وكمان منقليهم لمدة دقيقتين مش أكتر بس لحتى يتنكهوا مع بعض وهلأ رح تضيف أو غطيهم بمرق العظام ممكن أنتوا كمان تستخدموا مي إذا بتفضله فلفل أسود بابريكا حلوة جوزة الطيب وملح بعدين ما نخلطون سوا ومنخلي المي تسخن أو تغلي شوي قبل ما نبلش نطحنه بطحانة اليدوية تأكدوا إنه كل شي مطحون معكم تماما قلبوها بالملعقة أنتوا عم بتطحنوها لحتى بس تتأكدوا إنه كل شي انطحن مضبوط وهلأ رح ضيف أربع ملاعق من الكريمة إذا أنتوا لشخص واحد ملعقة وحدة بتكفي أو ممكن تستغنوا عننا تماما إذا أنتوا لو كارب أو مشين كيتو صحي وبهيك أكلتنا بتكون جاهزة للسكب وإذا بتحبوا ممكن تزينوها بشوي من الدبل كريم أو حتى من الكزبرة الفرش وإذا بتحبوا ممكن تقدموا شربة مع قطعة خبز كيتوني رح يكون لينك الوصفة بسندوق الوصف وإن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وتجربوها وتعطوني رأيكم فيها وبشوفكم المرة المقبلة باي باي اشتركوا في القناة